أيضاً اللي عملق الناس يتقازم هو ليش لأن العقل أداة قياس تتأثر بها النفس بمعنى هذا الآن الشيء كبير ولا صغير طيب إذا قلنا مقارنة بحبة فستق فهو كبير مقارنة باللوحة فهو صغير إذن هو كبير في ذاته ولا صغير لا نستطيع أن نقول كبير أو صغير وإنما نعرف حجمه من خلال المقارنة أحسنت من خلال المقارنة فإذا أنا فإذا أنا قارنت نفسي بناس أظن أنهم أعلى مني أنا في تلك اللحظة تهتز لدي تقدير الذات يهتز لدي تقدير الذات وإذا أنا قزمت الناس ورفعت من ذاتي صار عندي ما يسمى بالتورم له الكبر وهذا أيضاً اهتزاز في تقدير الذات إذا ما الحل؟ الحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلها ما منازل الناس؟ منازل الناس أنها مخلوقات لا تضر ولا تنفع لا تملك لأنفسها شيء فكيف تملك أن تضرني أو تنفعني؟ وبالتالي لما أضع الإنسان في ميزانه الحقيقي الذي هو مخلوق لا يملك لنفس الشيء أنا هنا أعامله معاملة الند للند الند للند أمير وزير كبير عنده مال وفير مدير أي أن كان عندما أؤمن إيماناً تاماً أن النافع هو الله والضار هو الله أنا يكون عندي تقدير عالي لذاتي وأضع الناس في ميزانهم الحقيقي فأتعامل معهم معاملة الند بالند هنا تجي عاد الأخلاق والأذواق ترى فيه فرق لما أنا أتعامل معك الند بالند بس أحترمك وأبش في وجهك وأعطيك المركة وأقدم لك الشاي اضطراراً ولا اختياراً؟ اختياراً أنا عندي تقدير ذات